هل يمكن للضيوف المدعوين لاجتماعات أو مؤتمرات دولية أن يتكلموا بحرية ويعبروا عن مواقفهم من صراعات دولية؟ أم أنه يجب عليهم الالتزام بالحياد؟ هذا السؤال ظهر يوم تدخل نجلو نيلسون ماندلا وتحدث عن تحرير الصحراء الغربية عند افتتاح بطولة الشان في الجزائر وهو طبعا ما أغضب المغرب واليوم يتكرر نفس المشهد لكن مع وفد كولومبي هذه المرة ففي الدورة السابعة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي انتهت أشغالها الأسبوع الماضي احتج الوفد البرلماني المغربي على كلمة لمسؤولة برلمانية كولومبية أشارت فيها إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأشادت بكفاحه لإقامة دولته المستقلة تعبير عن امتعاضنا الشديد كوفد مغربي عن برلمان المملكة المغربية بغرفتيه واحتجاجنا الأشد لدى السيد الأمي العام للاتحاد عقب كلام صادر عن سيدة البرلمان الأنديني يمس بالوحدة الترابية لبلد عضو ومؤسس للاتحاد وأثناء فعاليات وأشغال الاتحاد والسيدة ليست عضوة في الاتحاد مجرد ضيفة ولا تربطها أي علاقة بالتعاون الإسلامي التصريحات الكولومبية جاءت على لسان غلوريا فلوريس رئيسة البرلمان الأنديني وهو برلمان يضم دول شعوب الأنديني وهي خمسة بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو وتشيلي جميعها تعترف بجبهة البوليساريو وهذا ما قالته فلوريس يبدأ علينا نتجاوز هذا الوضع ونضمن حقوق الشعوب في استرجاع أرضها ثقافتها استقلالها وسيادتها هذا المسعى الذي نتشاركه جميعا في المنطقة ففي أمريكا اللاتينية هناك دول عديدة تدعم نضال الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره دول المجتمع الأنديني كولومبيا بوليفيا إكوادور وبيرو هذه الدول الأربع تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية وتقيم علاقات ديبلوماسية طبيعية معها الاحتجاج المغربي على تصريحات فلوريس فتح باب الجدل بين الجزائريين والمغاربة على الخصوص وهذه عينة من التغريدات محمد أسمر يقول دول أمريكا اللاتينية تقف ضد الاستعمار وتدعم تقرير المصير للشعوب المستعمرة مثل فلسطين والصحراء الغربية أما التغريدة باسم كتيبة تقول الجزائر أصبحت دولة تنظم بطولات رياضية ومؤتمرات دولية لسبب واحد فقط وهو ابتزاز وطعن المغرب في سيادته الترابية تغريدة من السوفي يقول فيها دائما وكالعادة بكائيات وتمثيليات لكسب التعاطف والدعاء المظلومية ولعب دور الضحية بينهم وبين البوليساريو الأمم المتحدة فليحلوا مشاكلهم بعيدا عن الجزائر تغريدة أخيرة من بشير بالمهدي يقول عجيب أمر المغرب يتباكون وكأن الجزائر هي من تحتل الصحراء الغربية الجزائر ليست ضد أي استفتاء حر وشفاف يختار فيه الصحراء الصحراويون الانتماء إلى المملكة العلوية أو الاستقلال لماذا كل هذا الخوف والتخبط؟ طبعا مشاهدين كولومبيا هي واحدة من دول البرلمان الانديني الخمسة الداعمة لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية وتعترف بشكل كامل بالجمهورية الصحراوية وتدافع عن حقها في تقرير المصير في المحافل خاصة بعد وصول جوستافو بيترو للحكم هذا الدعم يعود إلى عام 1985 خاصة خلال الفترات التي يحكم فيها اليسار الكولومبي لكنه تغير إلى الدفاع عن الموقف المغربي عند صعود أحزاب اليمين قبل أن ينتصر اليساريون في موجتين اشتاحت عددا من دول أمريكا اللاتينية شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها ترجمة نانسي قنقر